موسيقى السلام عليكم ولدت حملة نابليون بنابارت على مصر ومن بعدها جيوش الاستعمار التي غزت بلدان العرب ولدت صدمة في العقل العربي الذي استيقظ على واقع شديد التخلف سياسيا واقتصاديا وعلميا بل وحتى اجتماعيا من هنا جاء سؤال النهضة العربية وهو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج حديث العرب مشاهدين الفاضلين تفاصيل هذا الموضوع تأتيكم بعد متابعة التقرير التالي بقي مفهوم النهضة العربية بلا اجابات قطعية منذ ظهور هذا المشروع مع بداية حقبة الاستعمار الاجنبي للبلاد العربية في بداية القرن الثامن عشر كما ظلت مقاصد هذه النهضة واسسها غير متفق عليها بين العرب انفسهم هل هي مستخلصة من النهضة الغربية بعدها ظاهرة تاريخية ام للعرب المسلمين مورثهم وحضارتهم وقواعدهم الثابتة والتي اسست حواضر كبرى ساهمت باثراء الحضارة الانسانية وتطويرها على مدى تسعة قرون مرت عقود على حديث النهضة العربية وظلت تساؤل نفسه لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم ولماذا فشلت معظم محاولات التغيير والاصلاح والثورة في الوطن العربي وانصب الصراع والحديث عن قضايا يفترض انها محسومة مثل قضية المرأة الدين والدولة مسألة الديمقراطية ومبادئ النظام السياسي والمشروعية ويرى باحثون عرب ان مشروع النهضة اصبح دفاعا عن الوجود والهوية في مواجهة المشاريع التي تستهدف المنطقة العربية مثل مشروع الشرق الاوسط الكبير والابراهيمية ومكافحة الارهاب تحتاج النخب العربية الى ارساء قواعد جديدة حول النهضة المعاصرة والى مراجعات ودراسات متعمقة شبيهة بدراسات حسن حنفي وحمد عابد الجابري حول ازمة الهوية في الفكر السياسي العربي او دراسات لموقف الجابري من التراث والنهضة ويرى عدد من الباحثين بينهم الكاتب ماهر الشريف ان هناك تيارين رئيسيين تبنيا مشروع النهضة تيار الاصلاح الديني من جهة وتيار لبرالي غلب عليه الى حد كبير الطابع العلماني من جهة ثانية وبينهما قواسم مشتركة اهمها العلم والاستناد اليه والقاسم المشترك الثاني هو الدعوة الى الانفتاح على العالم والاقتباس المشروط عن الغرب والقاسم المشترك الثالث هو تبني مبادئ الحرية والعدل والمساواة وسلطة القانون الانظمة السياسية العربية خيبت الامال في تحقيق الوعود العظمى للنهضة العربية الاولى واهمها حرية الوطن والمواطن والنهوض في مجالات التعليم والاقتصاد والثقافة في فضاء يتسم بالحرية ولا تمارس فيه الدولة القهر ضد المواطنين برز سؤال النهضة في ادبيات الفكر العربي المعاصر بفعل اكراهات الواقع السياسي والعلمي المترد في المنطقة العربية فقد جال عدد من كبار المفكرين والكتاب العربي في ثنايا هذه المسألة محاولين تحرير مفهوم النهضة العربية وغايتها انطلاقا من هذه القاعدة تسأل هذه الحلقة عن مفهوم النهضة في الفكر العربي المعاصر يدور حديثنا مع ضيوفنا عن مشروعية سؤال النهضة ومقاصد هذه النهضة وعن مدى تحول هذا السؤال الى مشروع متكامل للحديث عن هذا الموضوع يسعدني الترحيب بضيفي الحلقة الأستاذ محمد المصري الباحث في الفلسفة والأديان المقارنة وعبر سكايب الدكتور من الدار البيضاء في المملكة المغربية الدكتور المختار بن عبداللاوي أستاذ الفلسفة في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين نبدأ بالاستوديو على قاعدة العرب الأقربون أولى بالمعروف أستاذ محمد النهضة العربية كمفهوم هل شغلت مساحة ذا بال وذا شأن في الفكر العربي المعاصر؟ أولا شيء مساء الخير لحضرتك واللظاف الكريم ولكل المشاهدين أهلا وسهلا قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد أن نتصور النهضة حتى المشاهد الكريم يكون على تماثم سنأتي عليها بعد ذلك يعني نحن تصور النهضة سنسألك عنه بعد ذلك لكن أنا أريد قبل ذلك لو أذنت لي طبعا حتى لا نقفز على المحاور النهضة من حيث كونها النهضة بغض النظر عن ماهيتها هذا المصطلح بآلياته هل شغل مساحة كبيرة في الفكر العربي المعاصر أم كان طرفا في قضايا هذا الفكر؟ هو إذا أردنا أن نقرأ الواقع العربي الذي حصل أبان ما يسمى بعصر النهضة لا شك أن هذه النهضة لم تكن على القدر المتوقع منها من دعاتها أنفسهم لماذا؟ لأسباب عديدة منها أسباب معرفية ومنها أسباب سياسية وإن كانت الأسباب المعرفية تطغى على الأسباب السياسية وإن كان الظاهر أكثر في الإعلام وخاصة من دعاة النهضة أن الأسباب السياسية هي التي كانت وراء تأخر مشروع النهضة المدعى ولكن حقيقة أنا أرى أن الموضوع متعلق بالمعطيات المعرفية التي أتى بها دعاة النهضة لم تكن على القدر المستوى المطلوب لذلك النهضة لم تحقق ما كان يرنو إليها دعاتها لكن الكتاب والمفكرون العرب وأتحدثوا طبعا عن مرحلة في أواخر مرحلة التدوين الثاني أي أقصد في أواخر القرن التاسع عشر مع ظهور طبقة من المفكرين العرب من أمثال محمد عبدو وكرد علي ورشيد رضا وحتى يعني جمال الدين الأفغاني منذ ذلك الحين وحتى الآن هل احتفى العرب في كتاباتهم وإنتاجهم الفكري المعرفي هل احتفوا بالنهضة كمفهوم بالقدر الكافي أم جاء موضوعا هامشيا في هذه المؤلفات والإنتاج جيد أنك ذكرت مدرسة الشيخ محمد عبدو وما تسمى بمدرسة إصلاحية لأنها هي أحد أوجه الطيار النهضة والعربي لم يكن تيارا واحدا وإنما كان أكثر من تيار هناك التيار الذي قاده مجموعة من المفكرين كانوا إلى حد ما شكلوا نوع من القطيع المعرفية مع التراث ولكن ظل التراث حاضر في وجدانهم وحاول أن يحدثوا نهضة من داخل التراث وهناك تيار آخر تيار علماني بحث بالحداثة الغربية لم يكن أقرأ قريب من النهضة الغربية كان مشروع قائم على القطيع المعرفية التامة مع التراث ولذلك مدرسة الشيخ عبدو لا شك أن لها آثار في الساحة الإسلامية وهي حتى الآن ما زالت مؤثرة خاصة في الأزر الشريف يعني التيار الآن الإصلاحي ما زال مؤثرا وموجود إلى حد ما في الأزر الشريف أما التيار الآخر فكما قلت لك يعني هو لم يكن على القبر المطلوب حتى من دعاته لماذا؟ كما قلت لك هناك أسباب معرفية يعني هو فشل رفع شعارات فطفاضة بشكل كبير ولكنه فشل أن يقدم بديل معرفي عن النظرية المعرفية الإسلامية التي كانت مستقرة في الواقع الإسلامي العربي لأكثر من ألف عام طيب نسمع رأيي الدكتور المختار بن عبداللاوي وجدد ترحيب بك دكتور يعني سؤالي لك عن مشروعية سؤال النهضة في المحتوى الفكري العربي المعاصر ما الباعث على طرح هذا السؤال برأيك؟ في الحقيقة يعني لا يمكنني أن أنطلق من منطلقات لا أوافق عليها ليس هناك ولم يكن هناك خصوصا في المرحلة المشار إليها مشروع النهضة ما كان هو سؤال حول غياب النهضة لماذا نهض الغرب؟ ولماذا تأخر المسلمون؟ وبالتالي فالنهضة هنا هي إشكال هي سؤال هي سؤال غياب وليست إثبات حضور وبالتالي يعني الأدق والأصح أن نتحدث وأظن أن الزميل أشار أو استعمل هذا المصطلح أن نقول الفكر النهضوي بمعنى أنه ليس فكرا يعكس حالة نهضة نعيشها في عالم العربي ولكنه فكر يسائل حول غياب هذه النهضة ناهيك عن إشكال آخر العرب ترجم خطأا مصطلح لغونيسونس وعندما نتحدث عن غونيسونس بمعنى نتحدث عن تجربة أوروبية خالصة هي أوروبية خالصة إذا غضضنا النظر عن جذورها الأندلسية بالتأكيد أن بدايات النهضة الأوروبية كانت من جنوب أوروبا بمعنى في سقلية والأندلس حيث كان وجود العرب الإسلامي قوي وحيث ورثوا كتابات ووثائق إغريقية هو لاتينية وترجمات موفقة جدا مكنتهم من رأب هذا الفارق الحضاري لذلك كلمة غونيسونس هي أصلا ترجمتها العربية هي غير صحيحة غونيسونس هي بمعنى البعث هي الحياة مرة ثانية لكن يبدو أنه لإعتبارات دينية وقيمية استبدل مفهوم البعث كترجمة مباشرة بمفهوم النهضة الأوروبيين يتحدثون عن لاغونيسونس بمعنى الإنبعاث فلذلك أظن أن هناك مجموعة من الأسئلة التي يجب أن تطرح تماما كتساؤل أخير من المهم أن نفكر بطريقة إشكالية أكثر مما أن نقدم إجابات لأن هذا سوف يضع المشاهد الكريم في قلب الموضوع وفي قلب الإشكالية المسألة الثانية هو أن فضيلتك أو تكرمت بالإشارة إلى نابوليون وإسهم نابوليون حقيقة أتساءل بماذا أسهم نابوليون نابوليون أقام سنتين في مصر مات خلالها نصف جيشه بالطعون ولم تنتهي الحروب سواء مع العثمانيين أو مع الإنجليز انتهى بحصار عكا حيث تطر أن يسمم الجرحى من مرضاه وأن يفر إلى فرنسا عائدا لأن الأسطول البريطاني كان يحاصر مصر حتى المطبع التي أتى بها عندما قدم إلى مصر سحبها معه أظن أنه يجب أن نقرأ تاريخنا الحديث بأنفسنا لا بأعين وانطلاقا من ترجمات مؤلفين للأسف غربيين يريدون أن يصادروا حتى هذه الأسئلة وحتى هذه الأفكار الجديدة التي أتت في هذه المرحلة عن أنها أفكار كان محرض وهو نابوليون علما بأن نابوليون حقيقة خلال السنتين يمكنك أن تعود إلى مصار هاتين السنتين كله حروب وفتن ولم تكن هناك لحظة يمكن أن يقدم معرفة أو أن ينقل تجربة أو خبرة إلى مصر نعم طبعا لا يفهم من الكلام الدكتور المختار من أن نابوليون بونابرت أسهم بشكل مباشر في ترسيخ الوعي بضرورة النهضة عند العرب وإنما مجرد الاحتكاك مجرد وفود الآخر المختلف أحدث نوعا من الصدمة في العقل العربي وهذا ما أشرنا إليه لكن لو وجعت مرة أخرى إلى الستوديو لأسأل أستاذ محمد هل ينطلق سؤال النهضة سواء كان الحاجة إلى تحقيق النهضة أو سؤال الإشكالية الذي طرحه الدكتور المختار من الدار البيضاء هل ينطلق هذا السؤال من حاجة عربية حقيقية ناتجة عن وعي بالتأخر أم أنه نتاج حالة انبهار بالآخر الغربي هنا هي بدأت نعم كحاجة ملحة يعني أنا ليس هناك تعرض بين الفكرتين نعم هي بدأت كحالة ملحة بمعنى أن المجتمع الإسلامي كان يعاني من آفات ويعاني من مشكلات وهذه المشكلات كانت على المستوى المعرفي على المستوى العلمي على المستوى الاقتصادي على المستوى العسكري وهو أول صغرة حدثت في المجتمع الإسلامي وأول هزيمة استدبعت فيما بعدها الكثير من الهزائم وكشفت عن مكنونات المجتمع الإسلامي وما فيه كان من أمراض هي الهزيمة العسكرية فيما بعد ظهرت كل المشكلات فإذا كان هناك سؤال مطروح بمعنى لماذا وصل المجتمع الإسلامي إلى هذه الحالة من الترد والإنفكاك الحالة الاجتماعية لو قرأنا السنوات الأخيرة من عمر الدولة الإسلامية العثمانية كان المجتمع الإسلامي والمجتمع العربي بشكل عام يعانم مشاكل كبيرة جدا جدا الذي حصل فيما بعد الإنبهار هو عند الاحتكاك لذلك نعم نابليون بنبارت عندما أتى البعض يعتبره أنه ساهم أو فلنقل كان في صلب الحملة بذاتها هي التي فجرت هذه الأسئلة نعم هو هذا الاحتكاك بمعنى الاحتكاك الأول الذي كان مع الغرب ثم البعثات العلمية التي انطلقت من الدول الإسلامية وذهبت إلى فرنسا ابتداء ثم إلى باقي أوروبا هي التي أدت إلى هذا الاحتكاك ورجعت هذه الشخصيات عندها جزء كبير أو فلنقل انبهار كبير بهذه الحضارة التي طلعوا عليها نعم هذا انبهار لم يؤسس لمعطى أبجيكتيف يعني بمعنى موضوعي ومعرفي بشكل جيد وإنما كان عبارة عن حالة انبهار وإرادة أو نحو التقليد الأعمى للغرب عند البعض ليس عند الكل ولذلك نعم هذا الموضوع ليس هناك تعارض بين الفكرتين بمعنى أن هناك كان سؤال حقيقي في المجتمع العربي والإسلامي عن ضعف الذي وصل إليه هذا المجتمع وكان هناك أيضا انبهار بهذه الثقافة أو بهذه الحضارة الناشئة في أوروبا بالتحديد طيب دكتور مختار أشرت إلى نقطة حقيقة مهمة وقد تكون مفصلية في الحوار في هذه القضية قلت إن العربة ترجم خطأاً لإعتبارات دينية أو لإعتبارات قيمية موضوع الرينيسينس بالإنجليزي ولفظتها بالفرنسي كلمة مشابهة أنا لا أجيد الفرنسية نعم هل هذا الاختلاف أو هذا الانحراف أو الميل في ترجمة هذا المصطلح أنتج اختلافاً في النظر إلى ما ينبغي أن يقوم عليه أو أن ينهض عليه العرب برأيك؟ حقيقة المزعج في هذا المصطلح هو أننا حتى عندما أردنا أن نقدم إجابات ومنظور لمشروعنا اضطررنا إلى اقتباس حتى العنوان الأكبر من الغرب ولم نبحث ولم نجد إطاراً نظرياً تصوراً حاملاً لتجربتنا الخاصة هذا هو الإشكال طبعاً أنا حتى أعود إلى إحدى صياغ الإشكال حقيقة يجب أن نرى كذلك الأطروحة ونقيضة هنا الخلافة العثمانية كانت تعاني من روسيا ومنجيا وبريطانيا وفرنسا ومن حالة التفكك والضعف وهذا أدى إلى شدة الإلحاة على تقوية مفهوم الخلافة كان هناك إجماع داخل الدولة العثمانية على مؤسسة الخلافة كجامعة للإطار العربي الإسلامي رغم طبعاً كما تعلم توجه العثماني الذي كان في هذه الفترة والتي كان مهيمن كذلك على الأبعاد ثقافية الخاصة بالمنطقة العربية لكن بغض النظر عن هذه المسألة كان هناك منظر للخلافة من داخل الأستانة هو أبو الهدى الصياطي وهذا الرجل كان لديه دور كبير وواسع وكان يتبنى منظوراً إسلامياً يريد أن يحافظ أن يحيي الخلافة ولكن في خصائصها التقليدية التي تجسد الدولة في الخليفة بالمقابل كان هناك طرح متقدم هذا الطرح هو الذي سوف نراه مع جمال الدين الأفغاني جمال الدين الأفغاني الذي أشار إلى الخلافة ولكنه زاوجها بالعقل أشار إلى العودة إلى الإسلام الأول ولكنه ربطه بالعلم وبالتقانة يعني أدخل الحداث إلى الإسلام الإسلام هو الحداث من داخله وليس حاجة به هناك حاجة أن نأتي بها من خارجه بمعنى أنه عاد إلى التراث إلى حضور العقل في التراث العربي الإسلامي وأعطاه المكانة والدور الذي يستحق ومن هنا طرح أطرحات متقدمة وجريئة سوف تبرز بشكل أساسي ضمن الثناء مع محمد عبدو وفي مجلة العروة الوثقة التي كانت تصدر من فرنسا إذن هذه الفترة هي التي بلورت معالم مشروع جديد معالم جذوره في التاريخ الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية والهوية العربية الإسلامية ولكن وسائله وأدواته ورؤيته للعالم هي رؤية جديدة تنظر إلى التغيير من خلال العقل تنظر إلى التغيير من خلال التقانى وتنتبه كذلك إلى الخطر القادم من الخارج بمعنى أن الخلافة إذا لم تتوحد ولم تقم على أسس جديدة مختلفة تماما عن تلك التي كانت لدى أبي الهدى الصياضي ولدى مستشار سلطان أنذاك فالأمور لن تسير إلى الأمام ومن هنا للأسف بدل أن تتكامل هاتين الأطرحتين أو بالأحرى أن نسير في اتجاه الإصلاح لبناء هذه الدولة أنذاك من الداخل والقدرة على مواجهة الخطر والحصار الغربي ما حصل هو طبعا إبعاد واستنزاف شخصية الأفغاني الذي كان صعب على التجين وبطبيعة الحال بما استقطاب محمد عبده بشكل تدريجي نحو الأجواء الجديدة وتخليه عن بعض أهم المفاهيم والأطرحات الإصلاحية الجذرية والعقلانية التي كان يطرحها أنهتك طيب جميل لكن أنا قبل أن أذهب إلى الفاصل أردت الرجوع إليك أستاذ محمد حتى أسألك فيما كنت تريد أن تتحدث عنه في مستهل هذه الحلقة لو سألتك عن النهضة التي وردت في أدبيات الفكر العربي المعاصر هل ثمت عند المفكرين والكتاب العرب تصور واضح لطبيعتها وماهيتها؟ أولاً لابد من العودة إلى النهضة في مهدها كما تفضل الدكتور هي نشأة غربية نشأة أوروبية بالذات والنشأة نشأت في فلورانس في إيطاليا في جنوب إيطاليا ثم تدت إلى باقي أوروبا وهي بدأت في القرن الرابع عشر وانتهت في القرن السابع عشر لأنه في القرن السابع عشر بدأت ملامح التنوير مع فلسف التنوير التي أسست للحداثة ثم فيما بعد أتت الحداثة وما بعد الحداثة إلى آخرين وأيضاً كما قال الدكتور هي في الأصل الكلمة المعبر عن تلك الحقبة الحضرية ببعضها الفلسفية أيضاً هي الرنسانس يعني الولادة من جديد ر إعادة البعث نعم يعني هي الولادة من جديد الرنسانس هي الولادة الرنسانس هي إعادة من جديد وهي حقيقة كانت يعني هذا الإطلاق هذا المسمى على هذه الحقبة أيضا له مفهوم متحيز فلسفي بمعنى أن الذين سموا هذه الفترة أرادوا أن هذا الفكر الفلسفي الذي استقر أو الذي وعيد بعثه من جديد في هذه الحقبة هو ولادة من جديد هو فيه انتقاص من الفلسفة السائدة أو الفكر السائد في العصور وسطى وفيه تمجيد للفكر الروماني أو التراص الروماني واليوناني الذي كانت حركة النهضة في فلورنسا هي إعادة بعث له من جديد لكن في الحالة العربية الكتاب والمفكرون العرب عندما كتبوا وتحدث عن عبد الجابري عن حسن حنفي عن عبدالله العروي طيب تيزيني عن كثير من هؤلاء هل كان التصور واضح عندهم لطبيعة النهضة العربية؟ أنا برأي أن أغلب الذين ذكرتهم لم يكونوا نظويين هم كحداثيون والحداثة قائمة على جوهر هو قطع الانقطاع المعرفي التام مع التراص هؤلاء الذين ذكرتهم أغلبهم كانوا حدثيين لكن الجابري لم يقل بذلك لا عبد الجاهري استثناء لذلك قلت أغلب الذين ذكرتهم هم لهم مذهب معرفي مستقل ومنقطع تماما مع النظرين المعرفية التي كانت موجودة في التراص لذلك هم يصنفون على كونهم حدثيين أكثر من كونهم نهضويين وبالتالي قضية النهضة في الفكر العربي النهضة في أوروبا كانت إعادة بعث إعادة ولادة للفكر اليوناني أو التراص اليوناني والروماني من جديد لذلك الدكتور عبدالوهاب المسيري رحمه الله يسميها هي عودة إلى الوسانية بمعنى استثناء الحالة المسيحية التي كانت موجودة في الحصول الوسطى فإذا هي عودة الآن الفكر العربي عندما جاء واقتبس هذا المشروع وأراد أن يطبقه في الواقع العربي غفل كعادة يعني كل دعاة التحديث في العرب وكل المفكرين المعاصرين غفلوا عن الخصائص التي تميز المجتمع العربي الإسلامي عن المجتمع الأوروبي المسيحي هذا الأمر الأمر الثاني أنهم لم يأتوا بطرحات حقيقة يعني هم يعني أرادوا أن يحدثوا حالة من النهضة على حساب التراص ولكن لم تكن لهم طرحات متكاملة كانت لهم عبارة عن عنوين فطفاضة طرحات عامة مجملة بشكل كبير ولكن لم يقدموا مشروعا فكريا أو معرفيا يستطيع فلأ أن ينافس الحالة الفكرية والمعرفية التي كانت موجودة ومستقرة في المجتمع العربي الإسلامي هذا يحيلنا السؤال عن غايات ومقاصد النهضة المتخيلة في الفكر العربي المعاصر سنبحثه بعد قليل نواصل هذا الحديث بعد العودة من هذه الوقفة المشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفوقية على مدار القمر ميلساد الرافدين HD أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن سؤال النهضة في الفكر العربي المعاصر سريعا أذهب إليك الدكتور المختار إلى أي مدى يمكن القول أن العقل العربي قد وعى أسباب التخلف العربي ووسائل نهض في الحقيقة أننا إذا اقتصرنا على ما قيل حد الآن في الفقرة السابقة ستكون الصورة مشوهة وغير حقيقية في دقيقتين فقط أشير إلى أن إسهام المثقفين الشوان مسلمين ومسيحيين في مصر كان رائدا وأساسيا في خلق صحافة في خلق مجلات في خلق نشاط فني ومسرحي وكذلك في عدد من الترجمات التي قدمت إذن لابد أن نشير كما قلت إلى ما قدمته عملية إعادة قراءة النص الإسلامي وإعادة موضعة مكان العقل ولكن كذلك من المهم أن نشير كذلك إلى هذا الإسهام وأن نشير كذلك إلى بعض المثقفين المصريين مثل أحمد لطفي السيد يعني بشكل باكر جدا قدم أطروحها حول إقامة نظام سياسي ديمقراطي قائم على مؤسسات وعلى دولة تستمد وجودها من السيادة الشعبية بغض النظر عن الأفكار التي نؤمن بها أو أن لا نؤمن بها نتفق معها أو نختلف معها عندما نقدم صورة عن مشروع النهضة يجب أن نقدم هذا المشروع بكل مكوناته دون أن نغيب أو أن نهمل أي بعد من هذه الأبعاد طبعا عندما نتحدث عن مشروع الجابري وموضوع سؤالك نكون كذلك قد خفزنا على مرحلة أساسية لأن هناك ثلاث مراحل في النهضة هناك المرحلة الأولى التي هي مرحلة الاستئناس والانفتاح واكتشاف الآخر أشير إلى التهطاوي مثلا أي ما هي المؤسسات التي كانت من وراء نهضة الغرب من أين أتى الغرب بهذه الثروة الاقتصادية من أين أتى الغرب بهذه القوة العسكرية وبالتالي هناك وفرة من المصطلحات التي وفدت مع هذه القراءة مصطلح مثلا الرأي العام مصطلح الحريات العامة الحريات الطبيعية فصل السلطات الدولة وعلاقتها بالمجتمع هذه المصطلحات هي أدوات كنا نحتاج إليها من أجل إعادة بلورة منظورنا لذلك فهذه القراءات التي قام بها شرط إلى التهطاوي يمكن أن أشير إلى خير الدين مثلا التونسي أو خير الدين طبعا الصدر الأعظم التركي العثماني هؤلاء قدموا مشاريع وتصورات ثم سوف تأتي بعد ذلك مرحلة أخيرة أو ما قبل أخيرة هذه المرحلة هي التي سوف تقدم فيها مشاريع عملية أنا أرى مثلا أن حسن البنة قدم مشروع للدولة كيف يراها ولعلاقة هذه الدولة دولة الخلافة بالدستور واعتبر أن الدستور هو الأقرب إلى الخلافة الإسلامية لكنه اعترض على بعض المبادئ مثل سيادة الأمة مثل التعدد الحزبي ولكنه حاول أن يقدم مشروع في الطرف الآخر ممكن أن نشير إلى أحمد لطفي السيد الذي اعتبر أن الدفاع عن الحريات الخاصة والعامة وأن قوة البرلمان أمام ضعف الدولة التي نظر إليها على أنها مجرد جهاز تنفيذي هو كذلك مشروع في الطرف الآخر إلى أي درجة كان هناك حوار حقيقي بين هذه الأطراف إلى أي درجة نجحت في بناء توافقات ربما هذا هو النقص أما المرحلة نعت في الضرب معذرة دكتور يعني ضيفي في الستوديو له تعليق مقتضب على ما تفضلت به أرجو التفضل نعم أنا فقط أريد أن أشير إلى شيء أن ما ذكره الدكتور دعم يعني هو قضية ليست هنا المشكلة التي أشرت عليها أنا في النقطة السابقة ليست المشكلة أن هناك كانت حركة ترجمة هناك حركة فنية هناك مسرح روايات إلى آخره هذا في أي احتكاك حضاري قد يحصل يعني العرب عندما احتكوا في الحضارات الأخرى في بدل الإسلام يعني ترجموا كتب الفلسفة وترجموا الكثير من الروايات لكن ثم تفارق هناك احتكوا عن هيمنة وليس عن ضعف كما هي الحال في المرحلة اللاحقة لا أنا في نقطة أساسية هي الفيصل في معنى أنه عندما نتكلم عن الحضارات وعندما نتكلم عن الأفكار وخاصة الحضارات التي تلاها بعض فلسفي نحن هنا نتكلم عن بعد معرفة يعني نظرية متكاملة في المعرفة تحيك نموذجا معرفيا تخلق في الزات تحييزات قيامية وغير قيامية فبالتالي هذا لم يحصل يعني المشروع النهضة والعربي أو الشخصيات التي ذكرها الدكتور لم تستطيع أن تقدم نظرية معرفية متكاملة تستطيع أن تقارع النظرية التي كانت مستقرة في المجتمع العربي الإسلامي أنا هذا بقصت أنا أخشى في سياق تعليق الدكتور وردك ثم تعليق الدكتور مرة ثانية أن نقفز إلى المحور الثالث من هذه الحلقة قبل أوانه لذلك أنا مصر على أن نخوض في المسألة التي رسمنا لها هذا المحور حتى فقط أحفوا يعني المشروع المتكامل عفوا أستاذ محمد المشروع المتكامل من عدمه ربما بعد الفاصل سنبحثه هذا الموضوع لكن الآن لو عدت إلى الدار البيضاء بعد إذنك مرة أخرى دكتور محمد يعني قد وضحت أنت النقطة واستكملت ما يبدو أنه نقص في الحديث في المحور الأول بسبب ضيق الوقت لكن العقل العربي هذا ربما يفتح لنا أفاقا للحديث واسعة أن العقل العربي المفكرون العرب الكتاب العرب الكبار منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى يوم من هذا كل ما كتبه هل يعكس لك وأنت القارئ للفكر العربي المعاصر هل يعكس لك أن هناك نجة كافية في وعي وفهم أسباب التخلف العربي طيب ما هناك في الحقيقة أن المشروع النهضوي قام على مجموعة من العناصر هناك من اعتبر أن الحل هو في العودة إلى النص وإلى الترات وهناك من جهة أخرى من اعتبر أن الحل هو في العودة إلى النموذج الغربي فما الذي أراد أن يقوله الجابري الجابري أراد أن يقول بكل بساطة المشكلة أو الحل لن نجده في هذه النماذج لأن هذه النماذج هي بالنهاية نماذج تاريخية ونحن لا يمكننا أن نتلبس نموذج أو النموذج الغربي ولا أن نعيد هذا الماضي الذي أصبح خلفنا وبالتالي فإن سؤالنا يجب أن يتوجه إلى العقل إلى العقل العربي لماذا هذا العقل العربي لم يتمكن من أن يقيم معرفة ترسو أو تنبني على أسس قوية لماذا لم نستطع أن نبني دولة المؤسسات ولماذا لم ننجح في بناء النموذج الذي نريد ومن هنا فقد اعتبر مهمته ليس هي الاختيار بين هذه النماذج ولكن مساءلة هذا العقل الذي يتمثل هذه النماذج والتي يتطلع إلى أن يعطيها شكلها من هنا حضر العقل عند العروي في حين الجابري في حين أن العقل عند العروي حضر بالأساس كعقل تاريخي خصوصا في سلسلة كتبه الأولى وهي التي انكبت على موضوع النهضة خصوصا فيما يتعلق بما يسميه بالتاريخانية أي هل لدى العقل العربي النضج والتجربة الكافيين لكي يصنع ثورته الخاصة ومن هنا سوف يعتبر بأن الأبديل أو أن الخطأ هنا هو أننا قفزنا على المرحلة الليبيرانية طيب ذكرت قبل قليل دكتور مختار نقطة أيضا مهمة أحتاج إلى تعليق من الأستاذ محمد عليها عندما تحدث عن الإسهام الشوام أو الشاميين في مصر في إحداث نوع من الحراك الفكري الصحافة واستيراد بعض المصطلحات الضرورية لبناء النهضة العربية كما ذكر الدكتور المختار ألم تكن هذه إعادة قراءة الموروث التي ساهم الشاميون فيها في مصر ألم تكن أيضا هي هذه إعادة القراءة لم تكن مستقلة وإنما كانت تحصل تحت إكراهات الواقع بسبب التمايز العقدي من هؤلاء النصارى الذين أرادوا أن ينشقوا عن الدولة العثمانية التي تؤثر الإطار الإسلامي للدولة طبعا الحركات التي حصلت في بلاد الشام هي بدأت ابتداء في لبنان في بلدي وفي مصر وكانت عمدة هذه الحركات كانوا نصارى لبنان وأقبط مصر فبالتالي نعم التغير أو الاختلاف العقدي كان حاضرا في هذا الموضوع فنعم يمكن القول بأن هذا التغير العقدي أثر في قراءة هذه الشخصيات وأيضا الاحتكاك الذي حصل لا ننسى أن نصارى لبنان من أول العرب الذين ذهبوا في بعضات خارجية وخاصة بفرنسا وحتى الآن هناك رعوبة كبيرة جدا بين نصارى لبنان وبين فرنسا فبالتالي هذا الأمر أيضا حاضر وموجود بقوة لا يمكن إخفاله أبدا طيب لماذا النهضة؟ هل النهضة لمجرد النهضة؟ أم ثم تم آلات ومقاصد وغاياته؟ ينبغي لأي نهضة متخيلة عند العرب أن تصل إليها وتحقيقها؟ سؤال النهضة كما قلت لك ابتداء كان سؤالا ضروريا نحن نريد أن نعترف أن المجتمع الإسلامي بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص كان يعاني من حالة تراجع بشكل كبير كان هناك ضعف كان هناك تمزق اجتماعي حتى على مستوى العلوم الشرعية هذا أمر ربما لا يضع عليه لأن الأغلب الذين يريدون أن يعالجوا الإشكاليات الناشئة من خلال تلك الحقبة في الأغلب لا أقول لكل يصوبون أسهمهم على الإسلام أو على الدين ولكن حتى في المجال الديني كانت هناك إشكاليات أيضا كان هناك إشكاليات لذلك كان هناك سؤال ما هو الحل أو كيف السبيل إلى الخروج من هذا الواقع المتردي خاصة أننا نعاني من التفكك من نهيار من هزيمة أمام المجتمعات والحضارات الأخرى وخاصة الحضارة الأوروبية الناشئة القوية التي كانت تمتلك قوة عسكرية كبيرة فبالتالي سؤال النهضة كان سؤال مشروع ولكن الحلول التي قدمت يعني حلول النهضة المشاريع التي اقترحت هناك مشروع كان يقول بأن العودة أو النهضة تتحقق بإعادة تفعيل الدين الإسلامي يعني بمعنى تفعيل النظرية المعرفية الإسلامية التصدي للأسئلة الكبرى التي تطرح على المجتمع الإسلامي من خلال هذه النظرية التي لم تعجز في التاريخ لذلك رجعنا في التاريخ هذه النظرية عندما كانت مفاعلة بشكل كبير كانت تستطيع أن تجويب على كل التساؤلات التي كانت تحدث في المجتمع الإسلامي في مواجهة الحضارات الأخرى في الإجابة على الأسئلة الكبرى المتعلقة بموضوع الاجتماع الإسلامي الاقتصاد الإسلامي السياسة الإسلامية كل هذه الأسئلة كان يستطاع أن يجاب عليها فبالتالي كان هناك توجه إلى العودة إلى أحياء هذه النظرية كان هناك توجه آخر باستلاب نظريات أخرى أو باستجرار نظريات أخرى ولكن هذه النظريات نستخدمها للتعامل مع النصص التأسيسية في الإسلام القرآن والسنة وأيضا بعض المورسات التاريخية من العلوم المتعلقة بالتفسير والفقه والآخري وهناك تروحات علمانية بحثة بمعنى أن هناك تفترض أن يجب أن يكون هناك قطيعة كاملة مع التراث الإسلامي لإعادة نهضة للعقل العربي فإذن كانت هناك مشاريع مختلفة ولكن الواقع كان يفرض أن يكون هناك سؤال لماذا أصبحنا في هذا الدرك وماذا علينا أن نفعل لنخرج منه الإجابات جاءت مختلفة طيب دكتور المختار أستاذ محمد تحدث عن أن سؤال النهضة كان لابد منه في ظل هذا الواقع المظلم الذي عاشته المجتمعات العربية والإسلامية وفهمت منه أن السؤال هذا طرح في معزل عن سياق المآلات التي ينبغي أن تقود إليها أي نهضة عربية محتملة هل طرح سؤال النهضة بغض النظر يعني مغفلا من الغايات والمقاصد برأيك هل يعتبر سؤالا كافيا سؤالا مهما يحقق حاجات وغايات العرب يعني بكل صراحة نعم يعني النظر إلى مشروع النهضة على أنه إما أن يكون مشروع إسلامي أو لا يكون هذا مونولوك هذا لا ينتج عندما نتحدث عن المفكرين شوام في مصر لا نتحدث عن المسيحيين رشيد ريضا من أين أتى ألم يكن من المفكرين شوام ثم هل كان هؤلاء المفكرين شوام المسيحيين كلهم من مذهب واحد ألم يكن فيهم موارنا وأرتوذوكس وبروتستانت حتى بطرس البستاني كان بروتستاني كلمة واحدة كانت ضد الإسلام مثلا نطق بها بطرس البستاني بالعكس هو انتصب ضد الحرب الطائفية بين المسيحيين والمسلمين هو أنشأ مدرسة كتب على بابها الدين لله والوطن الجميع وفتح أمام جميع أبناء اللبنانيين مهما كانت أديانهم وطوائفهم لكن ثم تمن يقول لك أن هذا الطرح الدين لله والوطن الجميع هو طرح يتعارض مع قيم الإسلام الذي هو الدين لله والوطن لله لا تؤخذني أكبر خدمة قدمها بطرس البستاني أو خدمة تأسيسية هي موسوعة العلوم باللغة العربية نعم وخدم العقل العربي والإسلامي دون أن يميز عندما خدم اللغة العربية يجب أن ننتبه إلى أن أي ضهضة لا يمكن أن نحققها إلا في إطار إيماننا بالاختلاف وأن المسيحيين مواطنون لهم نفس حقوقنا ونفس واجباتنا وإسهامهم كبير ومؤسس طبعا دكتور المختار لم ينتقل لم يقل أحد بخلاف ذلك وهو الحديث دكتور وهو الحديث ليس كان جلدا لطبقة المفكرين الشاميين الذين ذهبوا إلى مصر بقدر ما هو بيان السياق السياسي والتاريخي الذي نشأت فيه هذه الدعوات بتحليل موضوعيا وليس منحاز لو أذلت لي أن نعم سأعطيك الفرصة لو أذنت لي الدكتور المختار يعني أن أعود مرة أخرى إلى استوديو سأعطيك الفرصة للتعليق لكن بعد أن تعلق أريد أن أسمع منك إجابة لو سمحت هل قدم العقل العربي برأيك إطارا نظريا متكاملا للكيفية والألية التي ينبغي أن ينهض بها العرب وأرجو أن لا تغفل السؤال نعم بدون أن أغفل السؤال لكن بالنسبة للفضل في الدكتور لا أمام مشكلة حقيقية بالنسبة لموضوع لا أتكلم الآن عن موضوع الحقوق ولا وجبات تتعلقة بالمسلمين المسيحيين ليس هذا موضوع النقاش نحن نتكلم الآن عن إنتاج الفكري الذي قام به المسيحيون صحيح لا ننسى أن المسيحيين اللبنانيين هم الذين كانوا الرواد في الفكر القومي الفكر القومي كان الهدف منه أن ننزع رابط الأمة والعصبية الأمية إلى رابط عرقي وبالتالي هذا الموضوع كان مقصودا لدى المسيحيين اللبنانيين ثم في بعض الكتابات التي يتكلم عنها الدكتور والتي أسبت في اللغة العربية كان الهدف منها عند المسيحيين اللبنانيين هو فك الارتباط ما بين اللغة العربية وبين القرآن الكريم وهذا ما أشر إليه كثير من الأدباء العرب المسيحيين اللبنانيين أنفسهم فك الارتباط ما بين اللغة العربية وبين القرآن الكريم فبالتالي لم يتكن هذه الإسهامات بالنسبة إليه أنا اللبناني الذي مطلع على هذا التراث لم يكن هذا إسهام بريء لهم أن يفعلوا ذلك أنا لا أعرض ولكن أنا بالنسبة لي كمسلم لي أن أقول إذا كنت أقبل أو لا أقبل ثم مشروع النهضة هل هو كان فعلا مشروع إما إسلاميا وإما غير إسلاميا ما هو السؤال المطروح الآن إذا كان هناك مشروع نهضوي بالمعنى الحضاري الفلسفي فإذا لابد أن يكون هناك طروحات إما فلسفية تتوافق مع الأسس الفلسفية التي قامت عليها الحضارة العربية الإسلامية وإما أن تكون مغيرة يعني هذه قسمة عقلية لكن في هذا السياق أستاذ محمد العقل العربي المعاصر هل استطاع أن ينتج نظرية متكاملة إطارا نظريا متكاملا للكلفية والآلية التي ينبغي من خلالها إنهاض العرب برؤية الذي يطرح نفسه ما هو العقل العربي المعاصر أصلا ما هو العقل العربي المعاصر هذا الذي يتكلم به الآن ليس هناك عقل عربي معاصر ليس هناك عقل مشخص هناك قواعد عقلية موجودة في علم المنطق وهناك مفكرون عرب معاصر مجازا مجازا نعم المفكرون العرب المعاصر ليسوا كلهم بتوجه واحد هناك توجهات مختلفة داخل الدائرة الإسلامية هناك توجهات مختلفة وداخل دائرة لا إسلامية أو فلنقول دائرة علمانية أيضا هناك توجهات مختلفة فإذا العقل العربي لن نتوهم أنه عقل واحد لن نتوهم أن المفكرون العرب سمة العامة لهذا المحتوى في الفكر العربي المعاصر عندما نتحدث عن فكر عربي معاصر لا شك أن هناك سمة عامة عموداً فقرياً يربط بين هذه الأفكار مع وجود هذه الاختلافات هل تنحو إلى أنها استطاعت أن تنجز إطاراً نظرياً متكاملاً لكيفية النهوض؟ أنا قلت أن ليس هناك مفكرين أو سمة عامة واحدة لكل مفكرين لأصل إلى الإجابة على هذا السؤال أن هناك أطروحات مختلفة للنهضة يعني بمعنى هناك أطروحات مختلفة للنهضة هناك كما قلتك هناك الطرح الإسلامي الذي يرى أن النهضة تكون بنفض الغبر عن التاريخ الإسلامي وعادة تفعيل التراث هذا التراث بنظريته المعرفية وبإنتاجه بما يتكيف مع المستجدات العلمية المعاصرة هذا مشروع موجود وهناك مشروع آخر يريد أن يحدث قطيع معرفية مع النظرية المعرفية الإسلامية يأتي بنظرية معرفية أخرى ويفعلها داخل نصوص تأسيسية للإسلام هذا الطرح آخر يدعي أنه أيضاً إسلامي هناك في الطرح العلماني هناك طرح مختلف كلياً يريد أن يحدث قطيع كاملة وشاملة مع التراث الإسلامي بشكل عام ويعيد تأسيس منح حضاري أو مشروع حضاري مختلف هو في إما أنه متوائم مع الغرب وهذا يعني نسميه إما التقليديين العلمانيين العرب وإما أنه لا يقول أنا لا أريد لا الغرب ولا الشرق أريد أن أحدث قطيع معرفية مع التراث بشكل كامل ولكن أريد أن أؤسس مشروع نهضوي يتوافق مع مجتمع العربي فإذا هناك طرحات مختلفة لا نستطيع التكلم عن سيمة واحدة تتضمن كل مفكرين العرب هناك سيمات مختلفة كلياً لذلك السؤال ما هو العقل العربي؟ هل هناك فعالين عقول عربية؟ هناك قواعد عقلية موجودة في المنطق وهناك مفكرون عرب المفكر العرب كما قلت لك هم ينحون مناحي مختلفة كلياً طيب دكتور المختار يعني قريباً من السؤال الذي سألته الأستاذ محمد وأزعم أنني لم أحصل على إجابة دقيقة بعد حتى الآن هل الفكر العربي المعاصر بهذا الثراء منذ 150 عاماً تقريباً في المحتوى المعرفي قدم تصوراً عملياً أي قابلاً للحياة قابلاً للتطبيق عن أي نهضة عربية متخيلة أو مطلوبة؟ يا أستاذ مصطفى لماذا تعطي حق التعقيب في اتجاه واحد؟ لك الحق لماذا تحصرني داخل أسئلة محددة وتترك للأخ المشارك حقيقة أنا أسألك نفس السؤال سألتك نفس السؤال الذي سألته لا يجب أن يكون هناك نوع من العدل في الحقيقة دكتور لك كامل الحق تفضل كامل الحق لك تفضل أعتبر نفسي في هذه الحلقة في خدمة المشاهد وما أريد أن أقدمه له في نهاية هذه الحلقة هو نوع من ألبوم يرى فيه ويقرأ فيه كل الأسهمة المساهمات عفواً التي كانت في تراث النهضة على مدى قرن من الزمان دون أن نغمط حق أي مكون إذن همي أن أقدم الصورة النموذج لا أن أدافع عن أطروحة علمانية أو إسلامية أو غير ذلك أهمي معرفي ولذلك أقول هذه الحلقة يجب أن لا تكون حئة تحصيل حاصل أن نأتي لكي ندافع عن أطروحة يجب أن تكون لدينا روح التقبل لكي نتفهم ونقبل إسهامة الإسلاميين وأنا أشدت مثلاً بالأفغاني وأشدت بمحمد عبده ولكنني لا يمكن إلا أن أشيد مثلاً أنا أشرت قبل مثلاً بشخص كفرح أنطون لأنه طرح نقاش حقيقي حرك العقل حرك الأسئلة لا يمكنني إلا أن أشيد ببطرس البستاني وما قام به أول موسوعة ولا أفهم حقيقة ولا يمكنني أن أفهم كيف يمكن لهذا الجهد في إغناء وبعث اللغة العربية أن يكون ضد الإسلام والمسلمين لا أحد من المسيحيين انتصب ضد القرآن بالعكس كان هناك نوع من الاحترام ولا شيء كان يمنع المسلمين من أن يشتغلوا على النص القرآني إعادة تفسير وتأويل وفهم وملأمة مع حاجة العصر نريد أن نقدم للمشاهد الكريم صورة أهم التيارات والأفكار التي تمكنه من القيام بحصيلة وتقييم هذه الحصيلة وفي هذا السياق جاء سؤالي الدكتور المختار طبعا أحترم رأيك ولك كامل الحق ولا أظن أن على المدى البعيد ضيفي يختلف معك لكن حتى لا نحرف مسار الحلقة وأريد أن أستفيد من قراءاتك وثقافتك العميقة وإطلالتك على الفكر العربي المعاصر دكتور يعني في هذا السياق سألت ضيفي في الستوديو لكن أنا لم أستطع أن أحصل على إجابة دقيقة منه لذلك أحلت السؤال بشكل مقارب لجنابك هل هذا الفكر العربي المعاصر قدمت تصورا عمليا قابلا للحياة قابلا للتطبيق لأي نهضة عربية مطلوبة يمكن أن نقول أو يعني سوف أشرح انطلاقا ربما من نقطة النهاية هناك من يقول أن مشروع النهضة قد أخفق وهناك من يقول بالمقابل وهذه الأقلية أنه حقق نتائجا لكن التقيق هو أنه لا هذا ولا ذاك هناك نوع من القصور لماذا؟ أولا لأن هذا التعدد الفكري الذي كان في المشاريع لم يأخذ ما يستحقه من النقاش لاحظ نسبة الأمية التي كانت في هذه المرحلة في مصر مع وجود كل هذه المجلات وهذا الإنتاج لكن هل تسمح نسبة الأمية بأن تعكس أو أن تكون منطلق لحركة نهضوية ما حدث في أوروبا مختلف تماما لأن المجتمع كان يعرف تحولات خروج من الفيودالية والثروة التي تأتت من اكتشاف أمريكا واكتشاف رأس الرجاء الصالح ومن سرد سيطرة الأوروبيين على تجارة البحر الأبيض المتوسط هذه الثروة التي بدأت في الجنوب كما أشار الزميل في جنوة وفي فلورنسا وفي البندقية ثم في شبه الجزيرة الإيبيرية بفعل الثروات المنهوبة من أمريكا والذي أدى إلى نمط جديد للحياة وإلى نوع من الاكتشافات وكذلك كان إحدى منطلقاته هو إصلاح الكنيسة لأن إصلاح الكنيسة ليس فيه اعتداء على الدين ولكن على أشكال ومؤسسات هي ناطقة بإسم الدين وهنا يجب أن نميز ما حدث في العالم العربي هو أن وجود أفكار ومشاريع لم ترافقه المقاومات الأخرى صحافة منتشرة وحتى مع وجود هذه الصحافة لا وجود لقارئ متفاعل ضعف النموذج التعليمي عدم الاهتمام بالتقانى بمعنى أن المعرفة دون تقانى هي معرفة غير منتجة ثم يجب أن لا نغفل شيء أساسي وهو الحركة الاستعمارية الاستعمار كان له دور محبط ومثبت بالنسبة للمجتمعات العربية وبالتالي كل هذه العوامل لم تمكن أما المشروع النهضوي فلا المكون الذي يسمى بالإسلامي ولا المكون الذي يسمى بالعلماني ولا المكون الذي يسمى بالقومي أتى بوصفة متكاملة يمكن القول أن هؤلاء جميعاً يشتركون كل يحمل جزءاً من الحقيقة وهنا في المشروع الإسلامي أميز بين شيئين أميز بين النص الديني الإسلامي المقدس وبين أشكال التأويل التي اشتغلت على هذا الناس إذن الحقيقة لا يمتلكها طرف واحد ونحن لم نكن نمتلك مقومات هذه النهضة داخلياً وخارجياً أنا أشكرك على أنك أعطيتني جواباً واضحاً ومحدداً لو التقلتم إليك أستاذ محمد ربما يكون من لوازم أو من شروط أي نهضة عربية أن يكون هناك يعني امتلاك إرادة جمعية لصفوف وشرائح الأمة لتحقيق هذه النهضة نخب سياسية نخب مثقفة قاعدة شعبية هل هذه الإرادة متحققة الآن في الحالة العربية هل تحولت النهضة إلى هم شعبياً عربي برأيك؟ أظن أننا الآن يعني إذا نتكلم عن عصرنا الآن اهتمامات للشعوب العربية في مكان آخر يعني الشعوب العربية تعاني من ظلم تعاني من استبداد تعاني من فقر تعاني من جوع تعاني من كثير من الأمور طبعاً سؤال هو على إطار الزماني الكامل لمشروع النهضة منذ عقود يعني يعني حتى لو رجعنا إلى يعني إلى بداية ما يحب البعض أن يسميه بداية النهضة الحملة نابلوم برابارت وغيرها بعد الدول العربية خضعت الاستعمار ثم بعد الاستعمار جاء ما يسمى بالتحرير وآتت الأنظمة العربية التي تتحولت إلى أنظمة جامرية وسلطوية واستبدادية فبالتالي المجتمع العربي حقيقة لم يعرف ردح من الزمان عاش فيه نوع من الراحة الفكرية التي تستطيع أو تدفعه إلى أن يفكر مليئة في هذه المسائل طبعاً في بعض الأحيان بالنسبة للمفكرين قد تكون هذه الشدة هي الباعث على أن تجعلهم يفكرون بهذه الاتجاهات نعم لذلك على مستوى النخب وجدت نخب وربما الدكتور ذكر البعض منها أو الكثير منها التي كانت هي تحاول سواء وفقتها أو لم توافقها حاولت أن تقدم شيء في مسيرة النهضة ولكن بالنسبة للشعوب العربية أيضاً هناك نقطة مهمة أشار إلىها الدكتور أن الثقافة العربية المعاصرة هي الثقافة لا تقرأ يعني للأسف لا تقرأ لا تهتم كثيراً بالأمور الفكرية مناهج التعليم عندنا تحتاج إلى عادة نظر بشكل كبير جداً 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 لذلك هذا الواقع جعل من الشعوب ومن الكتلة الشعبية الأكبر في المجتمعات العربية هي غير جاهزة أو لم تتفاعل بشكل كبير مع كل الطرحات النهضوية أما على مستوى النخب في العادة في كل الحضارة وفي كل المجتمعات النخب تعمل وتنتج في الشدة يعني هي تكون ردة فعلة على واقع أو على شدة معينة أدت بها إلى أن تخرج بمشروع فكر معين وجد هذه المشاريع وفقت أم لا توافقها وجدت ولكن للأسف هذه المشاريع لم تتحول إلى واقع لماذا؟ لأن الشعوب العربية كما قلت لك هي تعيش في واقع لا يؤهل أن تتفاعل اهتماماتها في مكان آخر هذا له أسباب سياسية طبعا وأيضا له أسباب تربوية يعني مناهج التعليم الثقافة العربية الآن المعاصرة ليس هناك ثقافة قراءة عند العرب ضحلة نعم ضحلة جدا جدا يعني عدد القراءة نسبة قراءة إلى المجتمع نسبة قليلة جدا جدا وهذا الفرق ربما قد يكون بين المجتمع العربي ومجتمع أوروبي في أوروبا بدأت المهضة ثم انتقلت إلى حداثة نعم كان هناك حركة ترجمة كبيرة جدا جدا أثرت في المجتمع الأوروبي هذا يدل على أن هناك تفاعل كبير من قبل المجتمع الأوروبي مع هذه الترجمات يعني كان حد أضنى من القراءة كان هناك نهم من القراءة أما في المجتمع العربي للأسف هذا حتى الآن لم يصبح واقعا أشكرك ختاما مشاهي الكرام أشكر ضيفي الكريمين معي في الستوديو محمد المصري الباحث في الفلسفة والأديان المقارنة وعبر اسكايب من الدار البيضاء المختار بن عبدالله وأستاذ الفلسفة في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء مع حفظ الألقاب طبعا كل الشكر لضيفي الكريمين والشكر الأكبر لكم مشاهدين الكرام على كرام المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة